أنا أقول لك رأي ثاني بعد أختلف معك تركي الزمان في التصفيات اللي كانت قبل كان المنتخبات فيه منتخب اللي في الثالث وفي الرابع مثلا يفقد الأمل قبل نهاية التصفيات بجولتين ثلاث في العبور فيكمل يعني كيف ما اتفق الحين ما عد فيه أنك تفقد الأمل في العبور أنت عندك ملحق ثم عندك ملحق آخر بمعنى أنه حتى المباريات الأخيرة اللي أنت متأخر في الترتيب ما يزال لديك أمل في أنك تعبر للملحق ثالث ورابع فهذا بيخلي الفرق تشد حيلها أمام الفرق الكبيرة الفرق اللي في المستوى المتوسط ومستوى الأدنى هذا أيضا بيخلي التصفيات صعبة في كل مبارياتها ما رأيك؟ عندي سالفة ولا ما عندي سالفة؟ صحيح لا لا كلامك صحيح لا 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 كلامك منطقي وصحيح هو التصفيات بتكون فيها ندية وفيها صعوبة لأنه كل منتخب يحاول إذا ما حصر على الأول والثاني على الأقل يحصر على الثالث أو الرابع يعطي نفسه الأمل ففي كل مراحل التصفيات قيمة أي يروح ملحق على الأقل ويدخل مجموعتين وممكن هو بعدها يحسن أداءه ويتأهل بالمركز الأول فأنا أوافقك من هذه النقطة ولكن أنا بالنسبة لي كمستويات يعني اليوم اليابان مش اليابان سابق أستراليا حتى الصين اللي كانت جيدة ولما تكون معنا في تصفيات تكون صعبة شفنا نحن في كاس آسيا كانت منتخب غير جيد اندونيسيا رغم أنها فازت مباراة واحدة في كاس آسيا على فيتنام ولكنها أيضا منتخب يعني يعتبر منتخبات الصاعدة الجيدة ولكنه ليس منتخب يطمح في أن يخطف البطاقة الأولى أو الثانية فأجد أن الطموحات مختلفة بين الفرق ولكن يكون في صراع كبير ما في شك وأيضا المنتخبات ستلعب إلى آخر جولة بحماس وندية ولكن نوعية التنافس ونوعية المنتخبات اللي تلعب أقل من السابق كانت المجموعات أولا يصل لهذه المجموعة 12 فريق فقط من صفوة الفرق الآسيوية الآن أصبح عندك 18 فريق فيه فرق لأول مرة تصل لهذه المرحلة لأنه أصبح العدد كبير والأجمل منها أنه 18 فريق يتأهل منهم ثمانية بشكل مباشر هذا أيضا شيء رائع جدا أنك تلعب ثلاث مجموعات يتأهل الأول الثاني ثم الثالث والرابع ينتقلون أيضا واعتبروا من يتأهلون بشكل مباشر نفس التصفيات تقريبا يتأهلون بدون ما تدخل منتخبات جديدة فهذه بالنسبة لي أسهل وفرص المنتخبات ستكون أكبر شكرا لكن كمنافسة أكيد المنافسة ستكون شريسة وقوية وكل المنتخبات ستدافع عن حضوظها شكرا جزيلا دكتور تركي العواد